أكد وزير الخارجية رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ سامح شكري أنه يجب تنفيذ توصيات مؤتمر تغير المناخ في شرم الشيخ مضيفا أن الوقت لم يعد رفاهية مع تصارع أزمة تغير المناخ وخلال مؤتمر صحفي مشترك بمناسبة ختام اجتماع كبنهاجن الوزاري حول تغير المناخ قال را شكري أنه يجب تحقيق هدف التكيف والالتزام بجمعين مئة مليار دولار من أجل العمل المناخي الدولي فإن قمة المناخ يقام 27 في شرم الشيخ نتج عنها توصيات ودعوات من أجل القيام بأعمال مناخية تشمل الدعم والتعاون بين المجتمع المدني والحكومات وجميع أصحاب المصلحة أن هذه الأمور التي حققناها في شرم الشيخ تعد نصر لتعددات الأطراف والتعاون بالإضافة إلى أن هؤلاء الأطراف أنشأوا صندوقا من أجل الاستجابة للخسائر والأضرار وعتمدوا برنامجا جديدا للتخفيف والتكيف